يا مجمعة الشامل يا حرحر بربع كيلو لحمة مفرومة يا رضي كل الأطراف الكبير راضي بيها والصغير راضي بيها كلنا ما بنختلفش عليها زائد النية بتكفينا يعني شوية جرير جنبها شوية صلاة خضرة كلنا وشبعنا حذروا فذروا تبقى إيه؟ الماكرونا بالبشامل محدش هيعترض عليها للجيل الصغير ولا الجيل الكبير كلنا بنتجمع على الصفرة بنسيب كل الأكلات ونروح على إيه؟ أحلى الأكلات اللي هي الماكرونا بالشامل نروح على الحلة كبيرة بتاعتنا اللي فيها ميا مغلية ونسلوك كمية الماكرونا هيصي الماكرون بتاعتك النهاردة يعني اديها ميا بالعبيد بمعنى إني كل ما تبقى المية كتيرة فالمكرونا كل الماكرونا بتبقى حرة معاك متعجنش متلبكش ميحصلا أو اي معيaaaa في الحلة هنسمي بسم الله وننزل النهاردة من عزما الكل فعملها كيلو ماكرونا كيلو ايه? ماكارون الله بسم الله احنا بنحطها وقدنا فيها عشان كل اللي هتاخدوا على النار ما يزيدش عن 5-6 دقايق بمعنى ان انا عايزها 3-4 دقايق طب يا حرحر وانت بتسلق الماكرونة الوقت سيبتيها ورجعتنا معلش رجع لها بسرعة بس عايز اقولكم على نقطة الماكرونة بتاعتنا لا حطنا لها زيت ولا حطنا لها ملح ولا حطنا لها اي حاجة هي هتاخد كل الخير اللي هي عايزها من البشاميل ايه لازمت ان انا حط زيت وملح وارجع اصفيه في المية واهدره لو انا مش محتاجة مية الماكرونة فمن يستحسن دايما لما نيجي نسلق الماكرونة يا جماعة لو نوع جيد ان احنا لا نحط زيت ولا نحط ملح عليها نروح بقى على احلى طاصة ونحط شوية زيت قبل السمنة بتاعتنا كده الله الله عليك يا حرحر هنعمل ايه كمان عندنا حيطة سمنة كده لو نحب يعني هنا المادة الدهنية حسب ما احنا بنحب يا جماعة هننزل بها كده ايه الله نزلي بقى كده وسمعيني صوتك الجميل بعد ده كله هعمل ايه هنزل بالبصل في ناس تقولي تنزل باللحمة معصر لا دول هلسي يا جماعة انا مانيش في الهلسي يعني لو عايزاها خفيفة ابدائي باللحمة نزل الدهون بتاعتها وبعد كده نزلي بالبصل بص البصل بتاعمت قطع برنوان صغير وبصلتين كوبار ثلاثة سبار برحسك خالص اتعاملي مع البصل هنا معاملة اللحمة بالضبط فلفل اصمر تبليه يا حرحر الفلفل اصمر عشان ديحت البصل مدائي كيش سبت البنات وشوية ملح عشان يدبنوا معايا البصل بسرعة نقطة تانية ان انا احس بتعمه اكتر في اللحمة غير لما اضيفه للحمة احط كمان شوية عشان مرجعش بالملح تاني وانا بتطلعي اهي بسم الله تعالي بقى خشي معايا كده الماكرونية او شو فيها هتلاقيها لسه ما اطبقتش قوي لسه مقصة سوا ننقل بقى بسرعة كده على البصلية بتاعتنا قبل ما تلون انا مش عايزها تلون انا مش عايزة رحة البصل انا عايزة اشبع لحمة كده انا عايزة رحة اللحمة في الموضوع طب فين اللحمة يا حرحر انا عندي هنا حتة لحمة حلوة قوي مفرومة ربع 300 جرام نص كيلو زي ما انت عايز انا بالنسبالي ربع كيلو لحمة بس مبروك كده احسن من اي حاجة اللهم صلي عندي انزل بالكمية كلها ونسمي باسم الله عشان البركة تبقى في اللحمة بتاعتنا وبقديكي بقى كده وانت ايه شغالة كده بالمعلقة بالبتاع اللي انا مسكيها دي باي حاجة قلبي عشان اللحمة ما تكتلش مني تعالي بقى ما وريكي حاجة حلوة جدا طبعا انت كنت شايفة كمية المكرونة قبل الطفي وبعد الطفي بعد الطفي ايه شربت ميتها على نارها دي صفي بقى المكرونة بتاعتك كده الله طبعا مكرونتنا لا هنغسلها ولا هننشرها شفتي مكرونتك مفلفلة وما عجلتش ازاي وبصي لسه بقها مفتوح يعني سواها مكتملش علشان ميتها كد كتير فخدت راحتها يا جماعة في المية ايه وإحنا بنقلبها كده اول الاضافات اللي هحطها شوية بهارات من اللحم نص ملعقة ننزل بقى ايه قلنا الملح والفلفل اصمر احنا حطناه تعالوا بقى نحط الجمال والدلعة عندك فلفل الوان حطي عندك فلفل اخدر حطي عندك فلفل حرق حطي المهم ان انت تحطي فلفلية من كل حاجات دلعي العصات بتاعي وكمان واحدة خضرة كده الله ودي الجمال كله ايه تقليبة طبعا انت زبطة ملحك زبطة فلفلك الدنيا معاك زي الفل طب لو عايزة تضيفي جزارتين مبشورتين براحتك طب عايزة تضيفي جزارتين متقطعتين برضو براحتك هننزل ايه ما شاء الله هناك بكمية سمنة حلوة معلش يلا بقى نبتدي مع بعض ننزل الديق بتاعنا اللي هو ربع كيلو بصوا يا جماعة بسم الله طب انت بتحميلي ايه كده ده ايه بسوي الديق بصوا بسويه بسرعة اهو اهو بيستوي طب يا حرية المادة الدهنية مش بكفية احنا هنخلىها تكفة ان شاء الله يا جماعة بصوا اهو بظهر المعلقة تسوي الديق بتاعك يعني مايلونش لونه مايغيرش خلاص يا جماعة بصوا بقى احنا دلوقتي لحد دلوقتي على النار هنعمل ايه بقى احنا بنقلب الديق دلوقتي بسويناه حسينا كل الديق بتاعنا بقى مادة دهنية اهو والله التقليب المستمر ده بيستوي معاك الديق وبيضيع ريحته هتعملي ايه دلوقتي يا حرحل ولا اي حاجة هطف النار واجيب الحل علي كده وتعامل معاها ننزل بقى بسرعة كده ايه بخمس ست كبشات كده من المية دي عشان الديق ما يخرصي مننا اهو تعالوا بقى نرجع تاني مع بعض ووريكم الحركة دي نسمي باسم الله ونبتدي نفكها بالمعلقة عادية اهي المية السخنة هنا بتبتدي تفك معايا الدقيق زي الفل اهي اللي هي المية بتاع تسال المكونا يا جماعة شايف العجين بتاعك بقى املس ازاي لسه هوا ماكملتيش فرد بقى املس ازاي هوريكي كمان ايه قطوة ده من ايه يا جماعة برضو برجع ايد وزيد من المية المغلية او الشربة المغلية او مية المكارونا المغلية هبتدي بقى ازود شربة ازود لبن ازود مية مكارونا ازود اي حاجة واحدة واحدة لحد من اوصل القوام اللي انا عايزاه تعالي بقى موريكي يا ست البنات مية المكارونا ما حطناش اي اضافات يعني يا جماعة اللي عايزها من غير لبن خالص عايزها صيامي دي طريقة حلوة جدا ممكن تضيفي مكعبين مرأة بس اهي من غير لبن من غير اي اضافات لحد دلوقتي محطناش اي حاجة فكنات دي بتاعنا بمية المكرونة بس دلوقتي بقى ان شاء الله نبتدي ننزل بايه باللبن اللي احنا عايزينه بقى الله اللهم صلي عن نبي عسل يا سلام بقى كمان لو اللبن معاك سخن هيسعف معاك بسرعة وينجز معاك البشامل ادي الملح بتاعي اديها كمان سنة وديها رشة بسيطة جدا من الفلفل الاسود عايز اتضيفي جبن بقى براحتك عندك حتة اشطر حطيها عندك نصف كوبات كريمة يا سلام الاضافات دي كلها ترجعلك وترجع لميزانية بيتك حلو خلاص ابتدي بقى اشغل النار واشتغل بقى على النار هادية كده كبشتين حلوين كده يزبطوا معايا بقى هنا الملح ويزبطوا كل حاجة اهو كمان كبشتين بسم الله تلت البشامل على المكرونة والتلتين فين فوق الوش الله بصوا القوان بتاعه عامل ازاي لما كون بقى مجمع الحبايب وعايزة بصراحة ااكد نور بنتي اكلة حلوة بتحبها يبقى مفيش غير المكرونة البشامل وفي الصينية دي عشان تكافل كل هعمل ايدي الوقت شوية زيت صغيرين كده في الصينية وهوزحهم بالفرشة بقدية باي حاجة قبل ما انزل بالمكرونة عشان تتحمر المكرونة من تحت بوسيلة الزيت والنقطة التانية يا جماعة ما تتلزقش ما تبقاش لزقه فين في الصينية واهدر جزء كبير من المكرونة بتاعتي اهو قلبنا بسم الله شوية الزيت الله ايوه 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 كده يا حرحر خلي الكل ياكل ويشبع اهو كله وننزل بقى بالكبير ننزل بالجميل بقى اللي هيميز المكرونة بتاعتنا اللحمة المفرومة الله لاحظوا ان الكمية ما شاء الله عشان الفلفل والبصل والحاجات الحلوة دي الكمية مبروكة انا مش هحطها كلها هعين بقى شوية كده اعمل سامبوسك اعمل صينية رؤاء اعمل صينية جلاش اعمل اي اضافات نزل بقى طبقة خفيفة قوي من المكرونة عشان ما يبقاش كل القصة فيها مكرونة يعني بسم الله البشاميل للطري النعم الجميل بتاعنا ده اللي ما شاء الله هينقلها نقلة تانية خالص كله 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 لو دخلنا الصينية بتاعتنا الفرن هتاخد وقت طويل على ما يوشها يتحمر وتنشف وابتدي البشاميل يفد يفد فانا بعمل ايه ممكن ابقي معلقتين 3 بشاميل اضيف له بيضة بس لازم بفيه في البيض ايه بشاميل او معلقتين 3 بشاميل اضيف له نص معلقت صلصة او معلقتين 3 بشاميل اضيف له ايه حتة اشطة بكده ان الوش بتاعي بقى زي الفل انا معنديش كل الاضافات دي بس عندي شوية جبنة مبشورة رومي شيدر المهم اي بس مش موزاريلا رومي او شيدر تحط على الوش بتاخد بالزبط حوالي عام تلت ساعة في الفرن وتطلع بتزغرة تعالوا بقى نديها رشة كده ريحة الجبنة بتاعتنا ظهرت من سخنية البشاميل هنعمل دلوقتي هنروح عالفرن بتاعنا السخن على الشبكة اللي في النص شغال شوية وتحت معندي كيش شوية هتطلع الشبكة فوق خالص عشان تاخد مني كتير تساعة بس تحمر من فوق تحمر من تحت وكل ست البنات نقول ايه وايه وايه اول حاجة ان شاء الله يكون مين جاي اكون من مكرونة دي لازم وهي طالعة كده سايحة كده والبشاميل بتاعها طري لازم اروح عاملة كده اراضي نفسي يعني هنبص انا كده اراضي نفسي عشان ابقى مرضية ونطف المطبخ وراح عاملة كده وراح برضو عاملة كده واخدها دي كده الله الله على اقرب طبق يا جماعة كده وننزل كده الله الفلفل طبعا زهر اهو الدنيا زي الفل ونسمي باسم الله ناخدها على جنب في الركن البعيد الهادي عراقي انغام ونعمل كده اللحمة مع المكرونة مع البشاميل مع الشغل العادي ده نقول باسم الله مش قادرة وهو لازم من ده الله كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم اشتركوا في القناة